في حاجات في المعادلة بتفرق كابتن أحمد يعني برضو خلينينا بقى متفقين انه لما العيب يطلع من كود ديفور او يطلع من السنغال او يطلع من الكاميرا يحترف برا هو من مصلحته بشكل يبيه حساباته وبثقافته انه يكمل برا لكن هنا فيه ممكن تبقى مغارقات كتير جدا فيه هنا الى حد كبير جدا شهرة وفيه نجومية وفيه فلوس مش وحشة مقارنة ببرا فيه في حاجات كتير فيه دلع مفيش شدة زي برا ما فيش غربة واحنا هنا برضو ثقافتنا لسه الى حد كبير ثقافة اللعيب المصري تسمح له ان يرجع غير ثقافة اللعيب الافريقي اللي بيطلع مش عايز يرجع تاني ما دي بترجع للمنتالي دي بترجع للعقلية وفكرك انت كلعيب انت عايزي يعني انت طالع عايزي من الاحتراف فيه لعيب بياخد بيطلع برا فبياخد كم مليون يورو فبيقولك انا كده تمام خلاص اه كده خلاص لكن انت حط محمد صلاح كرمز قدامك طريق حياته عاملة ازاي اهدافه عاملة ازاي اهدافه المتجددة عاملة ازاي فده انا اللي انا بتمنى ان يبقى فيه محمد صلاح واثنين وثلاثة وعشرة ده هيديك تؤلف المنتخب لكن انا بشوف ان محمد صلاح لما نوصل كمنتخب مصر ان يبقى محمد صلاح خمسين في المية من قوة المنتخب فانا بشوف ان دي حاجة سلبية مش اجبية كابتن حسام البادري يقدر يوصل بالمنتخب لتتويج ببطولة قرار افريقية من وجهة نظرك ولا ده شيء صعب نحلم به هو مش صعب على قد ما ان احنا باللي انا بتمنى يعني سواء تتفق مع كابتن حسام البادري او تختلف معاه فهو في الاول في الاخر هو مدير الفني منتخب مصر لان طبيعي ان اي حد في المنصب ده لازم هتدعمه لازم هتدعمه ان هو مدير فني منتخب مصر ويمكن بعض الناس الفترة الاخيرة كانت بتاخد رأكشانات كابتن حسام انه هو لا هو طبيعته كده يعني هو طبيعته كده بس اللي انا بتمنى ان احنا نوصل لانا ما ليش دعم رأكشاناته انا عايز اعرف منك هل شايف انه كابتن حسام البادري بالتشكيلة الحالية بالاوراق اللي معاه قادر على التتويج ببطولة الامم الافريقية في الكاميرون حال وصلنا اليها ولا لا في ظل وجود المنتخبات هي هتبقى صعبة هتبقى صعبة شوية وخصوصا انت لما بتفرج على منتخب الجزيرة ومنتخب قوي جدا ومحقق دوري ابطال افريقية عندك في بلدك فانا بشوف ان هي هتبقى صعبة بس اللي انا بتمنى طبعا كمصري ان احنا نحقق البطولة حتى نلغي حتى المنظر او الشكل اللي احنا ظهرنا بيه للدورة الاخيرة البطولة الاخيرة كان لهمنا متواصل معاك عن منتخب مصر بس خلينا نروح لفاصل سريع ونرجع مرة تانية اشتركوا في القناة